حضراتكم دلوقتي مع مجز أهم وآخر الأنباء مع مصطفى تفضل لي مصطفى شكرا لك بساند التسعة الصباح بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي على عمق العلاقات بين القاهرة والرياض وأن البلدين بصدد إنشاء المجلس الأعلى للتنسيق بينهما وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظره السعودية لامير فيصل بن فرحان قال عبدالعاطي أنه بحث مع نظره السعودي تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأكد على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة من جانبه أشد وزير الخارجية السعودية لامير فيصل بن فرحان بالدور المصري المحوري إلى جانب قطر والولايات المتحدة في ملف التفاوض لتحقيق وقف إطلاق النار في القطاع وفقت الأمم المتحدة على منح دولة فلسطين مقعدا جديدا في الجمعية العامة ومن جانبه وصف مندوب مصر بالأمم المتحدة السفير أسامة محمود عبدالخالق الخطوة بالتاريخية وأكد أنها ليست مجرد مسألة إجرائية ينص قانون الأمم المتحدة أنه اعتبارا من الدورة السنوية الساعة والسبعين للجماعة العامة يمكن للفلسطينيين أن يقدموا مباشرة مقترحات وتعديلات كما يمكنهم أيضا الجلوس بين الأعضاء حسب ما ينص الترتيب الأبجدي وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها العنيفة على مناطق متفرقة بقطاع غزة وقد أعلنت دفاع المدني بالقطاع عن انتشال سبعة شهداء من بينهم ثلاثة أفال في قصف استهدث منزلا بمنطقة جبالي البلد الوقاعة شمالي القطاع أما في جنوبه فقد أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف استهدث منزلا في منطقة بنيس هيلا وقاعة شرقي مدينة خانيونس في مناظرة تلفزيونية هي الأولى من نوعها قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية شددت المرشحة الديمقراطية كاميلا هارس التوصل إلى مسار لحل الدولتين والتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة وحول الوضع الاقتصادي أكدت هارس أن خطة ترامب للاقتصاد ستجعل البلاد بحل أسوأ وأكدت أنها تريد خفض الضرائم ودعم الاقتصاد الأمريكي وأشارت إلى أن ترامب ترك فوضى كبيرة في الولايات المتحدة وساعد الصين على تطوير صناعتهم أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البينتاجون أشارت إلى تقارير تشير إلى نقل إيران شحنات صواريخ باليستية إلى روسيا وقال المتحدث باسم البينتاجون باتريك رايدر أن نقل الصواريخ لروسيا يشكل تطورا مقلقا وتهديدا للأمن الأوروبي وأشار إلى أنه من الممكن استخدام هذه الصواريخ في غضون عدة أسابيع على الساحة الأوكرانية نهاية الموجز عودة مرة أخرى لإستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر